يقول الكتاب كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة بيتكلم عن الألم اللي أصبح شركي مع الرب إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه لأعرفه وقوة قيامته وشاركة ألم يعني إحنا عم نشارك بألام المسيح ليه الإنسان بيتقلم مش بس من محبة مش بس إنك تتعاطف مع يسوع المسيح وتتعاطف مع إخوتك في جسد يسوع المسيح أنت مخلوق سماوي أنت من فوق أنت مش من الأرض فإذن وطنك سماوي إحنا على الأرض مع إنه قلنا وطن لكن برضو وطننا هو السماء نحن غرباء ونزلاء نطلب ما فوق اهتمامنا ما هو فوق جنسيتنا وطنيتنا سماوية سيرتنا هي في السموات نكنز للسماء نجهز للسماء هذه حياة المؤمن تعرف حبائي الشخص الذي يضطهد الرب وعد بالمعونة والرب وعد بالبركة والرب وعد بالثمر الكثير من خلال الاستشهاد